هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين رحولوا ملايكة لسيدنا إبراهيم اتدخلوا عليه فقالوا سلامة قال سلام قومه منكرون همعرفش ظلمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين الحتة دي أمرة ما جات غير هنا فجاء بعجل سمين بس هي هي بالضبط اللي فوق وفي أموالهم حق اللي بيواجهد ربنا بيخافش على رزقه فتلاقيه بيتصدق وتلاقيه زي سنة برين بيعمل لي بيكرم ضيفه عجل سمين ربنا هنا كان يريد أنه يوريك أنه جاء بعجل سمين عشان يقول لك اللي بيعبضني بيتعامل مع الفلوس والأرزاق كده عادي كده كيرزقه بيجي وما بيخافش فتلاقيه إيده إيه برحة كده فجاء بعجل سمين فقربوا إليه وقال لأ تبكلون لأهم ما بيأكلوش ما هو ملايكة فقال وجه سمينهم خيفة فخاف ده طب هم غنوين شر ولا إيه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت المروف في سرة يعني إيه يعني زي مثلا مثلا واحد يقول لي لهوي مثلا ده معنى سرة يعني صوت كده الحد يعملهم الخضة في سرة فسكت وجهها عملت كده وقالت عجوز عقيم إزاي واحدة تبقى عجوز وعقيم وفجأة بعد تمانين سنة تبشر مثلا إن هي سبعين سنة يجي لأقول لها إزاي قالوا كذلك قال ربك هو مش ربنا الرزاق مش ربنا الرزاق لا لا هو مش متكلم إنه هيرزوعك أكل وشرب ده إنت لو عبدته هتأخذ أرزاق ما حصلتش ما هيدي بقول لك إحنا غلابة وفاكرين إن إحنا كده تمام يعني أنت عامل زي مثلا اللابوه مليونير أو مليونير إيه مليونير مليونير ماشي مليونير دي بقيت يعني بقيتش حاجة صحبة مليونير ماشي وهو بيأخذ مثلا مثلا مصروف في الأسبوع ألف جنيه ألف جنيه ده حلوة لوحش رجالة ده حلوة جدا بس هو أبوه مليونير يا باشي أنت مفوت تديني عشد طياف جنيه يعني مثلا أبوه مليونير ودخل عليها عربية زيرو زيرو يارس أو فيرنا زيرو قال له خد عربية جديدة هي إحنا محرومين أصلا إحنا محرومين إنت كل ما أسأل نفسه إنت مفسوط لو كل ما ترد عابسك تقول لأ إنت محروم أنت ولا مرة مفسوط طب أنت حالك مع القرآن لا أنا ما عنديش تدبرة ما فيه شفيش أرزاق وبنادعي أن إحنا تمام يعني يا باشا أنت معاكش حاجة أنت معاكش حاجة تماما ولسه معتقد إيه إزاي يجيب من حالنا عايزه وتوقت تفكر برضه إزاي يجيب من حالنا عايزه أنت معاكش في الدنيا تسلك رهابط عشان الدين ودنيا رهابط عشان كل حاجة الله هو الوحيد اللي رزق سورة الثالث بتصلح لك ده فقالوا إيه كذلك هو كده كذلك قالوا ربنا الكافة خلاص إنه هو إيه الحكيم العليم هو يرزق بحكمة وعلمة بحكمة وعلمة إمتى يرزقك؟ إزاي؟ بس العادي إيه؟ العادي إن يرزقك أي حاجة في أي وقت